بسم الله الرحمن الرحيم نعود من جديد مساءكم سعيد عدنا والعود احمد حللنا اهلا ووطأنا سهلا دائما لا بد ان نحييكم بتحية الاسلام وتحية الاسلام السلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يدون ما يدور في الساحة الان يعني سبب احد القلق عارم بالنسبة للشغيل التعليمية ولمتقاعدين ايضا الذين ينتظرون بفارغ الصبر يعني تسوية ملفهم المطلبي الذي عمر العقود هذا ما يدفعوني ان دائما نقول لكم ان التي يبقى فيها هم الشيوخ الشيوخ الطربي والتعليم لزانسين كومباطن الاساتي ديونا اللي قرروا احنا لتوضفوا في الستيناس وكان من المنطق الموضوعية والعقلانية والانسانية ان يتم الانصاف الحل يلملف بتداء من الفين وثلاثة وما قبل لان هذه المظلومية هي سببتها جميع المراسم الشائرة السابقة وفي مقدمتهم نظام دي الفين وثلاثة وخمسة وثمانين فكل من تضرر من هذه المراسم الجائرة الزائفة اللي كانت جاءت بناءا عن سياسات فاشلة كانت تستهدف المدرسة المدرسة التعليمية العمومية وفي مقدمتهم رجل التعليم اللي شبعوا بن كاتي وهبطولي المعنويات ديالو وهبطولي الوضع الاعتباري ديالو تلقوا عليه لصوصة دكريدي الى اخيره حتى وصل الى يعني الحالة اللي تتشوفوا فيها المتدنية ماديا ومعنويا وخص بالذكر دائما يعني المتقاعدين الاوائل اللي تقعدوا بسلال من دنيا وبمعاشة هشة هزيلة لا تصلوا حتى الى الحد الادنى للاجهور للأسف الشديد بعد اثنين وثلاثين سنة بعد اثنين واربعين سنة بعد ثمانية وثلاثين سنة خمسة وثلاثين سنة الى اخرين والغريب في الامر الغريب في الامر لان هادوك الاش غنقول لك المشكلة اللي كنا ان نفس الوسائل اللي كانوا تشتغلوا بها في القديم وهي اللي كانت سبب ديالنكسات ديال المدرسة التعليمية وجابت الفشل وجابت الهومونيك حال الى تدني ديال المنظومة التعليمية وهم اللي باقي الان تنعاود وقال لك باغين ديروا بهم الاصلاح. لتسبوا في الخراب ديال التعليم وفي ضايع الحقوق في تراكم الميل فات. هم الان اللي قال لك بغوا يصلحوا بهم وباغين يعني يعاود تنعاود لك يعالجوا بهم الاختلالات الصعبة ديال المراسيم الصعبة. واحنا بدينا تنشوفوه يعني الطماطول ويجيبو وهد شماعق اللي تيقول لك بانا راه المتعاقدين مين في ديال المتعاقدين مصناش الى حل توافق بيناتهم. وهذا يعني انا افنده وبكل بساطة لانا السيد الوزير مني كان نسولوه على المتعاقدين وكد قلت انا في فيديوهات السابقة قل لك انا ان القطار انطلق في تمنطاعش يناير رات انطلق القطار في المحطة ديالة تمنطاعش يناير من مني ومني النقابات والوزارة شاكب بن موسى رئيس الحكومة اعطوا الانطلاقة ووقعهم هذا الاتفاق وجاء الوزير اه يا رئيس الحكومة تضامانة وبيعني بتنزيل بان كل هذا الشي اللي توافق عليه طافق عليه سيتم تنزيله وتسويته مهما كلف. قال لك اننا احنا رايطنا فعلا عيطهما على المتعاقدين بحضور النقابات لان نقابات كوسيط نقابات اللي تنقول لكم لا يمثلون المتعاقدين لانهم لم تكن لهم الحقية في اه يعني تمتيلهم في او المشاركة في الاستحقاقات ديال النقابات ديال الانتخابات ديال اللي جادتنا هي ديال ستعاش دواء الفين وواحد وعشرين. اذا كانت اللقابات كوسيط كانوا جاوا الى اخيره وقال لك راهو ما ما بغوش يحضروا الجلسات ديال 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 الحوار الى اخيره ونساحبوه وبالتالي احنا رايح ماشي غاد ينتظرهم وانطلقتي الجولة ديال الحوار خصوص ديال النظام الاساسة دي يقولوا انطلق من سعود مارس احنا رايح بتبعين جميع المحطات. جميع المحطات اولده عمي ما تنفلتو التحاجة لكبيرة ولا صغيرة اشي هدفة. دخلي عليه اصحاب الكاشة والبرقاصة اللي خرجوتي نوهم عن نواحات. لانهم معارفين ما هذه الخطرة قال لك احنا جينا ربحة بغينا نديرو هذي بغينا نجيبو الميلف هذا البارح تانيتي غوتوتي بكو قال لك الميلف ديالنا مشا ما ادات تشهار تسعون نديرو نديرو وقافاتها. وقلوب عليكم قفة عارفوكم. كنتو تتعاونوا بعض ايادكم. اكتو دجوين. اس ديال ديالكم. را اللي زاد زاد اللي مشا للمزبلة التاريخ مشاق. واللي باقي را ما اقلش عليكم. اذا قالها ليهم اه سي الوزير قال ليهم ما انو مدخلوش ما شيء غنتقوا احنا ننتظرهم. وانطلقات الحوارة ثلاثة نطلقات ديال النظام الاساسي في شهار تسعود. وكانت سبعتاشر يعني اه محطة اللي دازت في الحوار الاجتماعي يعني اه يعني اه سبعتاش اللي تم بين الوزارة وبين النقابات اه يعني باشي تحاوروا وتحاوروا وتناقشوا وترافعوا وحطوا كلش المسائل وكانوا ينزلوا بوند بيبوند ويديروه وتفاوضوا فيه كيفاش غيت اجرى الى اخيرة سبعتاشر الضيقاء اللي تم. ما بقى تقول شيء حاجة دروكاتي يقول لك راتي ناقشوا ما ناقشوا الا الناقش. بعدك ما يناقش. ما بقىش حاجة تتناقش. نهائيا. لان كلشي يكمل. ما بقىش حاجة تتناقش لان كلشي يكمل. والملفات المطلبية كذلك كلشي يكمل. لان احضاعش ماي مني جابوا المذكرات اربعة ولا خمسة مذكرات اللي يلي ستجسدوا الاجراء دي الاتفاق طمانتاش يدير صافي يرا كملوا داك الشي كيفاش غادي تنزلوا وجابوا المشروع دي النظام الاساسي كذلك. وطالعت عليه النقابات وارجعوا ديك المذكرة يعني الموحدة اللي فيها اقتراحات مو اشتركة من جميع النقابات. اذا دروك مني جاء الوازير ليه هو مبرمج ليه هو خاص يكون انه هاد الاسبوع الاخير شهر يوليوز خاص يتوصل الى اتفاق نهائي. وإلا فالاخلال باي بند من بنود العقد فهذا العقد يسمى يولي لاغي تلقائيا واي يلغى. اذا بالتالي فهذا الاتفاق هذا الاتفاق المرحل اللي تم فيه 18 يناير ووقعوا النقابات ورئيس الحكومة والوازير الى اخيره على البنود دياله وقال لك انتازموا به. اذا الوازير قال لك اخر شهر يوليوز ينزلوا النظام الاساسي وغد انتوصلوا الاتفاق نهائي. واداك شاعة يعني غد اندروا بيان ونعلنوا على الاتفاق اللي تم اتفاق نهائي اللي توصلت للنقابات مع شاكب بن موسى الوزير الوصي على القطة. اذا ما تبقاش جد دلونا الخاوية في العامة تقول لي يا شو التنبير. تم مليتها تقول لي يا شو التنبير. وانتا غدت تفتح يعني الترقي الى خارج السلام. او ريشال. اذا اللي تقاعدو الفين واثنين وعشرين اللي غيتقاعدو لان التقاعد تكون في واحد وثلاثين وثمانية الفين واثنين وعشرين. يعني وخي تنزل النهار واحد سعود واحد سعود ينزل في الجاردة الرسمية دقاء لكن. را اللي تقاعد في الفين واثنين وعشرين. را ما غادي يستفدش من او ريشال. هادوك بالنسبة اللي عدم الانز. وتقول لك مقصيا من او ريشال. احنا متبعين كل شي كل كبير وصغيرها. هادوك المشكلة تيجولن واحد. كالي ديلك قيانات وتيبدأ تيدرت تتصحباتك شاجة وابط. احنا نصوم ما خلينا مالية. ما خلينا ما خلينا ما خلينا ما خلينا المجالس المجالس التأديبية. ما خلينا هادوك الموارد البشرية. لا. وكل شحرتنا معاهم الاكبر. وراكمنا خبرات في هاد الميذان. وهادش اللي هديته وتنهديه. انا الاخوان اللي وصلنا الالف وستمية داك. ويستحيل مكتوب في الكتوب. وساهمت به طواعية مجانا الى اخير وساهمت بعينينا وبذاك. وبصحتنا وبالتواجه اليومي دياننا مادية معناويا. وتنحيي جميع الاخوان اللي كانوا تيتعاونوا معنا. من جميع ربوع المغري. اما الزلالم اللي كان المفروح تتعاونوا معنا. كانوا تتعاونوا مع بعضياتهم. كانوا هاي تتعاونوا مع بعضياتهم. كانوا حياحة. وفي الاخر ذلك قلصوا على القالب. وقولوا يالله بدا ودركاتي حي. وكما قلت لكم في ذاك الفيديو. والحزاق ما تيفك من الموتة والدعمة. الحزاق ما تيفكوا لا يفكوا من الموتة. وقال لك جاتك الموت. هتارك الصلاة. وحيح مع رأساتك. ما عارفينش يشكين. اصلا لكم غير متبعين. اما الضحايا الزنزال التاسعة. اضحايا المادة 112. اللي تقاعدوا ما فيو ثلاثة الفين وربعة الفين وخمسة. اللي اصلا مقيدين الفجلوية الترقية قبل احالة منطقة عود. وخضعوا للترقية الاستثنائية. والاستثناء يعطلوا ويبطلوا جميع القوانات الجارية بالعمل. ورغم ذلك تبقوا فينا المادة تعدد الحصيس. علاش? باش هما الاعتماد المالي يوفروا لهم هما هذوك اللي دوزوا روصهم الى الحادي عشر. ولي ان الاغلابية اللي تشكي الـ 88. 88. اللي يدخلوا لسبوع من المصالح المركزية سواء في النقابة الى خيره. في العدارة الطربوية الى اخير الاغلابية لانه كانت تدروا امتزازات صحاب الاجازة من الجاو بعد 87. هاي الكونات الدولينا كل جي. القدام تاني اللي متوضي بل من 80 الدولينا رزقنا. وحنا تقاعدوا بالتاسع. من جي تترقوا المتقاعدين خاصك ترقي المتقاعدين اصلا. لمتقاعدين كانوا مستوفين شهر قبل ما يتقاعدوا قبل ما يتحدون من الاسلاك جيتا تدير ليا دوز لي وحدين لوضعيتهم ادارية نهائية قبل ما يتقاعدوا ما كانوش يعني مستوفين للشراط يعني متى تسالوا التنمي. اذا اللي جيت انت بغيت تحل ملف على اصل انك بغيت تنصف واحد الفئة اللي هي متضررة خاصك تبدأ من من الولين من الناس الكبار من اللي تقاعدوا مالفين وثلاثة وما قبل اصلا لانه خمسة وثمانين اي واحد توضى توضى بسابعة وتمين وتضرر من نظام دي خمسة وثمانين فهو متضرر وضحية ويجب انصافه. للان هادوك الازلام اجدوزو دوك هالليتي ينوحو النواحات واللي التقبط لهم من ورقة. كانوتي يقول لك السلام التاسع. رايش السلام التاسع. ويتحكو على اصحاب السلام التاسع. ومرة اخرى يقول المغادرة الطوعية وما اللي خرجو ده بتيرو وجودك المغادرة الطوعية. باش هي بتتني المعنويات ديال ده. احنا را فاهمين ما معنى على الشي كانوتي يقوله المغادرة الطوعية يعني تقولك وضعية نهائية. وته هادوك ربعالاف لدوك زوم را وضعيتهم اصلا نهائية. واعطاهم يوم قابلكم ما اعطاهمش يوم قبل را متقاعدين نسبية. قبل ما كانوش تيدووزوها تقاعد كمين. وراء المتوفون دازو والتقاعد نسبي دازو لتقاعدوا من الفي اتناش الى الفين وخمستاش. هادوك را مداخنيت في السيستيم لحد الان. اتحدى اي كان يدخل نمرو ديالوش غادي يعطيه بانه مستفد كضحية مضحايا النظامين. السيستيم و لا تعترفوا بضحايا النظامين وفق المرسوب جلس سعتاش خمسمية وربعة. اللي كله برزق ناق. لانه كانوا هناك ابناء العشيرة اللي داروا هاد الحل. واللي يرضوهم ضحايا والهم لك حلو ما دايزين ثلاثة المرات وصارقين الترقيب سنين يا صاحبي. وديزين بست سنانا ست سنوات مرقين تكترد من ثلاثة المرات. ودازو للعاشر السنوات وبعد ست سنوات من العاشر لحظة عشاني بعد ست سنوات رضوهم ضحايا. احنا. وربي كبير هادو لكن هدرو على التاسع والضحايا ان داك المغادرة ما المغادرة ما فاهمين قاعش تقوله. رغم نحن احنا اه حدفنا من الاسلاك بالمرسوم جوز صيفر ثلاثة خم سبعمية وخمسة. اللي احديتها بالسيفة الاستثنائية من اجل التشيع عن تقاعد ودموبك. ورغم ذلك فاي واحد تقاعد بالمغادرة الطوعية ولا من المغالطة الزلطية ولا الواحد. كل شيء دكرة كانت الوضعية النهائية دياله. كل شيء يستافد. لانهم تضروا من النظام الاساسية الالفين وثلاثة ليصدر قبال اصلا ما يستافدوا من هذيك المغادرة الطوعية ديالكم اللي تقولو. تم احن تشتهم. غا يستافدوا من من طرقية خصوا بيستافدوا يستافدوا من الفرق ديال التعويض بغيتوا تدروا ليهم خاوية في العامرتها وممساكن. اما اللي مستوفر. تنظروا على اللي مستوفر الشروط. تيقول لك اللي مستوفر الشروط قبل الاحالة التقاعد وضعية وهي نهائية. اما اللي مستوفر الشروط قبل احالة التقاعد ذكرها. مستوفرها باقي تيتسيل. ولكن كل شيء تيتسيل ان هذا جبر الضرر وانصاف لفئة ديال الشيوخ الطربي والتعليم متقاعدين. الفين وثلاثة تضروا من الفين وثلاثة النظام الفين وثلاثة والنظام ديال 85 وجميل انظمة جائرة البائسة اللي جدتوها. امرتوا علينا. امرتوا علينا كل تولينا الحقوق ديالنا. باقي نفسهم. بتقولش ليه ان اليوم ولا داك ما غدا يكونش. علاش. لانا احنا ربكين بساكن اللي مفاهمين. شو تيذيرو. وارا هاد الاسبوع نهار تليتين في جون. ولوا واحد وثلاثين رابتتكون صافي انتهيات الميزانية هي تدار مراجعة. لاش? رئاس الحكومة الموالي تديه. خميس رابت رابرت كليون رابة سبقه اليوم بيش يكون المجلس الحكومي. بيش يديرو المراجعة مراجعة ديال القانون المالي والبرمجة المالية الميزاناتية ديال البرمجة ديال الميزانية ديال الميزانية ديالالة لي فيم ثلاثة وعشرين وربعة وشلسة وعشرين. لانا ela الحلول اللي غادي يديروهم وديرو ستة وثلاثين في المية غادي يفرقو هالثلاثة الدفوعات. ميزالي الفين وتلاتة الفين وتلاتة وعشرين ربعة وعشرين خمسة وعشرين. تلاتة. حتى اللي شيل ديس. واحد قل لك يشيل ديش كونة. هادوك اللي شيل ديس اللي غايتعاجه داخل نظام اساس وهم ضحايا الزنزانة العاشرة خريجي السلة التاسعة. الافواج من خمسة وتسعين الى الفين وخمسة. هدوكم التي يعنو بها. اما الافواج تلاتة سعي ربعة وسعي راتي يدخلوهم مع ضحايا النظامين. وضحايا الزنزانة التاسعة المادة. وضحايا المادة مية وطنعة عشر خمسة عشر هستاء. هادو راه امراقيين. وخاص فلوسهم تخرجوا تسووا قبل ما يسووا التاشي نمي خر. كبه حال هادوك اللي كانوا دركات يديرو التقبط لكم الورقة. هادوكي اصحاب اللي كانوا يضحكوا على اصحاب التاسع. التاسع راه مرجال عليكم. وحارتو العقبة مع كل شي وممكن حارتو العقبة ويدارو يديرو شي حاجة اللي ما تتوقعوهاش اصلا. ما تتتوقعوهاش تيديروها. طب قد في كل شي التقبط لكم الورقة. مشيتو تضيمو. دركات خارجين تتحييهم على الحياة. ما عارفينش كيف. ان الميزانية كما قلت راه دابة خاصة الدير هادوك شغل شغل يديرو المراجعة. الميزانية دي الالفين متى وعشرين نصفين تات. تنتاعي دابة. ما بقى دركات تعهجة يخرجوه اطلاق كل شيء يخرج اطلاق. ما غاي دخلوه تلش هارت سعود. لاجدوك المتصرب الاداريين خرج ابتحان ديالهم ده بقى خرج باش مش تشدو التعيين. باش يعينوهم فاتح غشت يكون آآ فاتح سيبطوم باركون عارف راسو فين غادي. اذا ميزان تقول ينتايرا غادي تعطل النظام الاساسي غادي اجلو شو تنبير? اذا اللي تقاعدو. صحاب اللي غاي تقاعدو هاد السانة را ما غايستافدوش من اوريشيل. لان اوريشيل غايستافدو منو. اللي لقاو خدام مزاوين يوم صدور المرسوم ديال النظام الاساسي الجديد. اللي قاعدو خابي نهار قبل منو مايستافدش. وخابي شعر وخابي دقيقة مايستافدش. اذا خاصت النظام الاساسي. يصدر ويتنزل وقبل واحد وثلاتين. تمانية الف اتنين وعشرين. لكان سيحدث يعني خارج السلم داخل النظام الجديد. باش يستافدو الناس قبل ما يتحلو على التاقاعد في واحد وثلاتين اه تمانية الفين واثنين وعشرين. هذه من ناحية. من ناحية بعض الازلام تاني اللي باقين خارجين. وتهيلو وتينوهو. وما عارفين. ما عارفين ده هاجة. في علم. تيقول لك الملف دي انه خاصهم يخرجوا احنا ما عندنا علاقة بالنظام. الاتفاق. ما حضر الاتفاق دي الـ 18 ينير هذك الاتفاق المرحلي. خاصتي والاتفاق نهائي. بين بين بن موسى الوزير الوصع للقطاع. والامن العامين دي النقابات. وتيت اسناق واحد للمحضر. تيت اجرأ هذك شي. المشروع تيديرو مشروع مرسوم خاص بالنظام الاساسي. ومشروع مرسوم خاص بهذاك الميلف اللي قلت انتم دي المتقاعدين اللي قبل العشر الاف ومئتين ولا ضحي زنزانة ولا الهم اللي قد تقاعدو قبل اا يعني تقاعدو رما عندهم علاقة بالنظام الاساسي الجدي. بتيت صدر مرسوم. اذاك المرسوم تبشي الامنة العامة. امنة العامة تطبرمزو في المجلس حكومي. خاصو يدوز كل شي في المجلس حكومي. كل شي هذا سواء دي النظام الاساسي سواء دي الميلف اللي قدي تعالج بدون يعني بدون اا خارج النظام الاساسي ما عنده اتعالقة بالنظام الاساسي. مراسيم واحدة دي لاذاك اتفاق قد تخرج مرة واحدة وتشي الامنة العامة مرة واحدة وغادي تمشي المجلس الحكومي غادي تتنضى. هذك الساعة من هي تتتنضى اللي تترجع الوزارة وتمشي الموارد البشرية ويتم متعيين يعني يبدو ينفذو فيها ويأجرقوا هذك هذك المرسوم. تعني الموارد البشرية في شعب المراسيم. ربارا كل شي انتاق. قد قول لي يا تارا باقيت يتناقشو. عليش غيتناقشو. كمل كل شي. عشرة الاسابيع دي النظام الاساسي. كمل. سبعة عشر لقاء دي النظام الاساسي. كمل. الحلول المبتكرة دي الادماج المتعاقدين هذك ما كينتشي اشكال. ما عندوش شي. شي ده شي حل الا توضيف الجياوي. توضيف الجياوي اللي نكلف به يالي وزارة المالية. بالموسمة عندو طالقة بالادماج. ربما تقول انتم الادماج اصحابا سالة. ادماج هو احداث مناصب مالية. تحدث داخل القانون المالي. حال ذاك غريض الراس قال لك علش تحضر على المتعاقدين. والمتعاقدين رأيهمني اكتر منك. و و و و يعني ووضحت لهم اشياء كانوا يجهلونها اصلا. طلعش لهم تفي البال. والمنصب المالي. الميكانوغرافي. اللي مركزيا ما بقاش لان نتوجه نحو الجياويات اللي ممركزة. الجياويات المتقدمة. والاصلاح ردار دي الواب. ما بقاش وظيفة عمومية. ولا مديرية اه الانتقاع الرقمي وفض النزاعات. اللي عندها مديرة اه يعني اه وزيرة منتدبة رئيس الحكومة. المكلفة بمديرية الانتقاع الرقمي واصلاح الادارة. والتوصيات خرجات تانية دي المجلس الاعلى. من اجل اصلاح الوظيفة العمومية. ومنقاتش وظيفة عمومية. اذا النظام اللي قانوغ نظام خاص ب باوتور نظامي الاكاديميات من الفين وستعاش وما بعد. لتوظفوا قبل من الفين وستعاش وما قبل. هيبقوا خاضعين نظام الاساسي لالفين وثلاثة جوجس سفر جوجس تمن مية وربعة وطمسين. هاداك رتابة الوظيفة العمومية. من اللي يعني تعينوا في الفين وستعاش وما بعد نظام اساسي ديالهم بوحده. نظام تابعين نظام يعني الاكاديميات. نظام هيئة التربية والتكوين. غايكونوا هادوك اطر نظامية للاكاديميات. وهذه الاكاديميات ستحولوا لها يعني اا اعتمادات مالية. هادك الاعتمادات المالية هي اللي خاصنا نشوفهه كيفاش غادي تكون. ولكن ماشي مسؤوليات بن موسى. بن موسى ما يقدرش ما عندوش الصالح هي في هادك. خاص هادك الاعتمادات المالية اللي تحولوا الى الاكاديمي. باش تولي دي بيتج ريجونال. يعني ولي توظيف جاوي. خاصة تحولوا للمواد من اجل احداث وخلق مناصب مالية. وتحداث داخل القانون المالي. في الميزانية العامة. البيتج جينيرا. ولكن تحول حتى يخلق اه باش تحدث مناصب مالية جاوية. اما لا تحولت الاساس انها نافقات مختلفة. فرا الامور بقى كبير. ما هي. اما بش يقول لي يا شاكب بن موسى غايقوم بايدماج وبايدماج راي يحداث مناصب هو ما عندوش الحق باش يحدث مناصب. هو يرقيك يقدير لك هو يدير لك نظام اساسي دير لك اي حاجة. ولكن باش يحدث مناصب مالية رخصه دائما يرجع آآ مدير الميزانية القجاع. ولا يحدث له المناصب مالية. وكان باقي يحدث له المناصب مالية. وكل راح للمشكل من الاول. ما الاول يقول لي ما راح نحطه لكم مناصب مالية. سواء مماركزة او لا مماركزة. ولكن الامور راه هذيرا. باش جيت يتلدرك. وهما قادوا الامور ديال هون الانظيمة الاساسية اللي غادي يكون. بغاي يكون داميج ومدميج. رامن تكون داميج. الناس اللي تخذوا على النظام القديم. وهي اتخذان النظام الجديد. وتجمجو. وتوحده في نظام واحد. وعندهم امتيازات واحدة. ترقية واحدة. له امور كل شي بحل بحل. ولكن كينا بعض الامور اللي هادوك تستفدوا منها. كمغضافي الرسميين. ولكن الاخرين ما عندهمش حق باش يستفدوا منها. لانها قطور تابعي لهيئة يعني لمهن الطربية او التكوين. لان هادوك موظافين. وزارة التربية الوطنية. هادو مهنييي. التربية والتكوين. نظام موظفي وزارة التربية الوطنية. نظام مهن تربية والتكوين. شوف لا ديفيرونس. لك تتعرف تقرأ شوية. يلا تبارك الله عليكم. شوفناكم بخير. وما تخافوش. ما تزعلوش. ما تزعلوش. وقلوا ما كان شي حاجة. ان شاء الله غادي ننوركم. وما تنسوش شات بارتاجو. ديروا اللايك. تفعلوا الجرس. ودي فيزو هال فيديوهات بش. تعموا الفائدة. اذي امنا وانت عم الفائدة. ونحن هم الاوائل لاننا اصحابوا حق. مفاقين شمعكم نهائيا. اما دوك الزلامات. مكنس فاس. اه السلع. ودوك الاعتباء دي اولهم. فرقالش انت نو حق. النو حي النو حي النو حق. ايو لا حي. وذك النار دازل مكنس. لا طافقوا معا داك. وجي الراجعين جاوا تاني واحد وثلاثين تلاتين واحد وثلاثين ماي. قال لك باش يديرو مكتب ناقابي. ساعدك هزو المزاد في حالاتو. كركبوه. جابوه واحد باقي ما عارفوه له. قي الله بدأ. اذك را هو اللي كان عطلهم. اما هاد الشي ربين ما غادي ما غايت فعل نظام الاساسي الجديد ربين ما غايت فعل تلفاتيح يناير الفين ثلاثة وعشرين. ذاك الشي اللي كانت ديرها الوزارة ياللي غاديها. ناوروه بشي يكون زماء كار غا يكون دابا. ودر قد جابوه لك الخاوية فالعامرة. وغا تبقى غاديها. ولكن التفعيل والتنزيل باين غا يكون في فاتح يناير الفين ثلاثة وعشرين. وبهي وجب الاعلاب. والسلام. ما را شو تنبيض قول يا شو تنبيض يا ذاك شي. ما الملفات ولا ذاك شي. كول شاذاك شي. هو انت يا ولد عمينا عارح ضاعش ماي الفين اتنين وعشرين. ما كنتيش متبعة والخبازات. نقول لك دور مئة وعشرين. يا الله تبارك الله عليكم ونشوفكم بخير. وخة تنجروا. ومتل. كونش عدنا الوقت. لا بد نشارك. لا بد نشارك. ما هذك اللي قالش ينوحوا. كما تقولوا. واعتدر من الجميع اخوة والاخوات. ان الحزاق لا يفكوا من الموت. وهذا كغليط الرأس اللي قال لي ايداك. اي مش هي عاود الحنال عوراق ليساكنه في الدورة. مشوا واحدين مساكن. اجدتهم الصوت ديالهم وبالعلسانهم. ما بقاش قدر الصوت اطلع. طريق ديهم طريق جيبهم. قال لك ما اغين يدير وقتاني النضال في شهر السعود. اقول لحي. واسير ناضل ناضل في المرصب. اللي طلع عراز لمون. اللي طلع برد على عراز كفيشي في الاب بلاج. يا الله تبارك الله عليكم. ونشوفكم بخير.